ومن بغداد ينضم إلينا الآن الخبير الأمني سرمد البياتي سيد البياتي أهلا بك معنا نريد أن نتحدث عن أهمية هذه العملية الكبرى خصوصا أننا بها بالإضافة إلى الجيش العراقي فصائل أخرى اشتركت بتنفيذ هذه العملية دلالة التوقيت أيضا وأهميته في هذه العملية الأمنية فقط أشرح لك شرح بسيط جدا لأنني خدمت بها في التسعينات هذه المنطقة دائما هذه المنطقة رقعة ساخنة في هذا المكان هذه قريبة على إدارة كرميان بالسليمانية ومهادية إلى جنوبها الصير خانقين ثم جنوب الغربي مالتها ثم قرى جبارة وكفري وكلر بعيدة نوعا ما باتجاه طولس خورماتو هذه إذا ترجع بنا ذاكرة خاصة جبال بلقانة وآغة وغيرها أيضا بعد انتهاء داعش بوقع نستقر في هذه المناطق يعني هذه مناطق سهلة جدا إلى حركته خاصة بعد 2017 بعد أكتوبر 2017 من سحبة قوات البيش مرقب الجيش العراقي ما استطاع أن يغطي هذه المناطق بلي حد الآن به أشكالات فلذلك هذه اليوم خمس ألوية من المرحلة الخامسة ما نسيو في الحق خمس ألوية من الجيش العراقي وبيش مرقب وحتى الحيث الشعبي الموجود في هذه المناطق اتجهوا لتطهير هذه المناطق والمرتفعات الجبلية والهضاب خلينا نسميها والتلال الموجودة في هذه المنطقة منطقة تساعد على الاختباء منطقة نعم يتحرك بها داعش باتجاه ديالة باتجاه صلاح الدين باتجاه كاركوك يعني عقدة وإذا كانت هذه المنطقة بهذه الخطورة وليس الآن وإنما منذ التسعينيات كما ذكرت حضرتك وهي منطقة سهلة تمثل مكانا آمنا للإرهابيين للاختباء فيها كيف يمكن أن نعتبر أن مثل هذه العملية الأمنية تستطيع بالفعل تغطية هذه المنطقة وملء الفراغ الأمني الذي هو موجود فيها وملاحقة من يختبئون هناك سيد العزيز نحن الأهم بالموضوع أنه مطاردة داعش في هذا الموضوع والضغط على الموجودين منهم الموجودين منهم ليسوا بالعداد الكبيرة أنت تعرف هم يعملون بأسلوب المفارز ما تجاوز المفرزة القتالية مالتهم الخمس أشخاص بالكثير في هذا الموضوع حصلت بعض الحوادث إذا تذكر قبل ثمانة أشهر قتل وربيئة كاملة أو عشرة أشهر قتل وربيئة كاملة موجودة في هذه المنطقة فهما حركتهم أنت تعرف حركة هلامية سريعة في هذه المناطق لكن هل هناك مسك للقطاعات في هذه المناطق ألا أرى أنها غير ممسكة بقوة أنا قلت لك عند انسحاب البيش مرقه إلى داق الحدود الأقليم يعني تركوا المناطق المتنازع عليها بعمق 40 كم تقريبا هذه منطقة كبيرة من الصعب مسكها يحتاج لها قطاعات كثيرة لذلك أنا أرى أنه أفضل حل في هذا الوقت هو الضغط أبرى عمليات التفتيش والمراقبة والمداهمة وأيضا أفضل لو كانت هناك طائرات مسيرة مستمرة في مراقبة هذه المنطقة كان اختصرت علينا الكثير من الأمور سيد بياتي لا يفوتني أن أسألك أيضا عن ما قام به مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج مع مسؤولين تراد وكذلك إيرانيين بما يعرف بالمحضر الأمني أهمية هذا المحضر الأمني وخصوصا نتحدث عن معارضين إيرانيين متواجدين على الحدود بين العراقي وإيران هل هناك توصل لنتيجة ولحل للحيلولة دون قصف لهذه المناطق الحدودية من قبل الجانب الإيراني باختصار أرجوك يعني خلينا نكون واقعين أنا أرى بأنه الحلو الصعبة في هذا الموضوع هناك محضر أمني يوقع بين عراق وإيران المحضر الأمني يشدد على أنه عدم التدخل أو عدم السماح بالتحركات لهذه الأحزاب أو الأذرع المسلحة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة يعني كوم الله الديمقراطي الإيراني وغيرها موجودين في هذه المناطق الإقليم لديهم نظرة معينة باتجاه يقول أنهم غير مسلحين على اعتبار موجودين منذ السبعينات في هذه المنطقة إيران تقول غير ذلك يعني سيد قاسم العرجي يحاول أن يقرب وجهات النظر يحاول أنه يعني يمنع عمليات القصف اللي ممكن أنه إيران هددت علانية قالت إذا بقوا هنا إحنا سنستمر بالقصف على هذه المناطق إحنا وقعنا معكم محضر أمني لكن يعني داخليا أنا أشعر بأنه من الصعب السيطرة على هذه الجماعات يعني هذا رئيب أتمنى أنه يسيطرون على هذه الجماعات لكن أعتقد صعوبة بالموضوع شكرا جزيلا على هذه المشاركة ضيفي من بغدال الخبير الأمني سرمد البياتي